كل اللي قلناه اليومين اللي فاته نساه عن الهيستيريا والجنون اللي بيدربه السيسي وعصابته احنا عدينا مرحلة الجنون والهيستيريا قلت الحضراتك انه خايف لكن احنا وصلنا المرحلة اكبر بكتير من الخوف والهلع بطريقة ملفتة للجميع المؤيدين قبل المعارضين الكل بيتساءل في ناس نايمة في مية البطاطس بشوفها على الوساط تواصل فعلا مش بيهزروا يعني مش معنيين باي حاجة فقط لا يقولك هو فيه ايه هو ليه عامل كده الناس مش متابعة مش فاهمة الكل مش فاهم كيف هذا الرعب يظهر مع العنتيل اللي كان عامل علينا دكر اللي معاه قبل اللي ضده السيسي في يوم واحد عمل خطاب اكتر من ساعتين تاني خطاب ليه بعد اقل من تمانية واربعين ساعة من خطابه الاولاني وكل خطاب اكتر بقسا من الخطاب السابق الجلسة دي بتانبارح قاعدة ساعة وهو قاعد يتكلم اكتر من ساعتين انا كنت بقول لكم مية وخمسة دقيقة لا دي تجاوزت الساعتين حكينا بالامس على الهرتلة والخوف والهلع اللي اظهرهم الجنون السيسي معرفش ينام وحس انه مش كفاية ما كانش عارف ينام وبدون استشارة وهقولك ليه بدون استشارة وفي هبوط مفاجئ ظهر مع يوسف الحسيني على التلفزيون المصري في برنامج التاسعة اللي فضل للساعة واحدة عشان مدخلة السيسي المكالمة اللي قاعدت اكتر من ساعة وربعة المكالمة اللي بيقول لنا صحي للساعة خمسة مش عشان خايف عشان اقول لكم اشرح لكم حقيقة الموقف من اطول المدخلات اللي اتعاملت دي تنافس مدخلة المجر من بارح مع الواد يوسف تنافس مدخلة حسام حبيب مع عمر اديب ولا عنشرين اللي الكل كان بيصخر منها مدخلة ساعة وربعة يسبق اختب ساعتين وكلهم هرتلة السيسي بقى يجيب باليمين والشمال قسما بالله احكموا انتوا شوفوا الرعب بيتهته بيتهته واللي يتهته والجبان قال لك عارف انت المجرمين يقول لك لما تخش خناقة مع حد اكتر حد تخاف منه المرعوب ليه لان تلطيشه بيكون قاتل ده طلع بلسانه يقول للناس انا خايف استعدوا بقى واخدوا نفس عميقة عايز حضرتك بقى مددايق والله العظيم انا مش مددايق انا بقدر الموقف و بقول يا جماعة المشاربة يخوفني يا جماعة المشاربة يخوفني انا مش مددايق انا خايف بص يوسف استخدم كل خبراته وضرب اخماس في اسداس عشان يلم وراه يوسف طول الوقت بيلم وراه استرجل كده لسه ما حصلش حاجة يوسف يوسف الوادي يوسف عمال يلملم وراه ويقول له ما تقولش على نفسك كده الرئيس ماينفعش يخاف انت لا انت ما تقصدش يوسف بيقول له انت اكيد خايف على مصر مش خايف على نفسك لا الرئيس السيسي ما بيخافش من حاجة في 2014 الرئيس قال لي كده بتخاف على البلد يا يوسف اسمع بقى بتخاف على البلد بس مش بتخاف من حاجة بس مش من حاجة طبعا 100 مليون يا يوسف قسما بالله ركبوا بتخبط في بعض المداخلة يوسف الحسيني بيلملم وراه خايف ايه في رئيس بدوني يطلع يقول للناس انا جبان على فكرة انا قلت الكلام ده 20 الف مرة 20 الف مرة السيسي جبان واقبا من حاكم مصر كل الهالة اللي بتتعمل دي واسد ما عرفش ايه بتحاول تصنع شيء وهمي السيسي طول الوقت متحامي في السلاح في الدبابة وحبسه للناس المعارضين اللي بيتكلموا وحتى اللي صمتوا والناس العادية اللي ملهاش في حاجة وكل اللي بناها ده من السجون لانه جبان مرعوب من الشعب وخلصت كل مرات الرعب الفائتة خلصت لان المرات دي هو مفلس السيسي بيصحى عشان تفهم ابعاد الموقف بعيدا عن الاجرام والقاتل ده احكيلك عنه السيسي بيصحى عنده طاولة زي دي بس مش طاولة تخليلية طاولة حقيقية عنده الف ملف اللي هو إذا نام يعني لما بقولك لما بيصحى إذا نام فيقوله إيه حضرتك السكر ناقص عليه ثلاثة أسابيع نطلع جزء من الدولات نجيب سكر لا لا ما تطلعش طب طلع طلع طب حضرتك ولا نخليها في الرز الرز ناقص عليه شهر ونص لا طلع السكر الأول طب بالنسبة حضرتك القطع غير السيارات بتاعت كل مراكز الصيانة هتوقف نطلع المستوردين هيوقف يبدأ يضرب خمس وعزان طب العلف طب حضرتك القرد النهاردة عندنا قصة بتاع القرد وبكرة عندنا قصة تاني نعمل إيه تبدأ الملفات وهو مش عارف يعمل إيه في الملفات وكله اداره ضهره كله اداره ضهره أنا هقولك النهاردة حصيا اللي ما سمعتوش في حتة تانية على مؤتمر خمسين سنة الإمارات إزاي كانت الخطة وإزاي في أقل من 72 ساعة يضلق عليه محمد بن زايد جرد الميا ساعة ما كانتش دعاة بأول أمس ما قال له قالك أنا كاتب كلمة كل الأشقاء أيقانوا إنه وصف مش هتقوم تاني مش عايزين يدفعوا لي حاجة أنا فيه كلمة كاتبها ومش هقولها اللي هو تنتطنطن بترجمة أنيس عبيد قالها للإمارات وقالها للشعب وقالها لكل كليلة هو خلاص هو هتفتكر إن القمع الزيادة ده وإنه مشغل الإعلام كله تمجيد فيه إنت بتشوف ناس يجبوهم يخربت إنه بيمجدوه حراسة أمنية فوق المشددة ده رعب السيسي ما بينامشي من الخوف معينه ما حدش عارف هو بيت فين السيسي بيقول أنا مرعوب وما بنامشي بلسانه في واحدة من أخطر المدخلات اللي تخلينا لازم نقلق على البلد بلسانه في الخمسة انت مش مستغرب يا رجل كبير صحي لحد دلوقتي بقول لك مجرم مجرم هو أكتر واحد في العالم عارف إنه ليه طار في كل بيت في كل بيت اللي خد أخوه اللي خد أخته اللي خد أمه اللي كان عياله اللي أبوه مات ملقاه ومفراش من أول رئيس الأركاء اللي أصغر حاجة الكل الدائس الناس اللي قتلهم وحباسهم عاملين زي الأشباح حواليه عداد بلا نهاية عمره ما يعرف ينام بسبب الجرائم هذا الشخص جبان ما حصلش حاجة لسه كل الحكاية الناس اتكلمت وابتدت تكسر حاجز الخوف اللي بيصنعه بسبب رعبه فعمال يهرتل من الخوف الرعب لا مقارنة إطلاقا بمن نحتسبه شهيدا اللي اعتقل وظل صامد ومتمسك بشرعيته ولا ممقارنة حتى بمبارك اللي كان وقت الثورة والناس للشوارع لم يظهر وهو يتبول على نفسه زي السيسي خرج في خطاب عاطفي مبارك لكن ما هرتلش بهذا الشكل ده شهادة حق اللي بيحصل ده مش طبيعي وعمره ما حصل في اي حتة في العالم صدام وقف يعدم وقف لم يرمش له جف انا بحكي لك وقائح حقيقية بيتعدم على على الطبلية بتاعت الاعدام الامريكان بيعدموه ولم يرمش ليه جف احنا لازم لازم نصب بالعار كلنا مصر كلها لازم تشعر بالعار ان حكمها ديكتاتور مهزق بهذا الشكل ديكتاتور حقير بهذا الشكل تخيل لما الواد يوسف ينقذه بدل المرة الف يجب ان نشعر جميعا بالعار كلنا لازم نشعر بالعار ان حكمنا اراجوز مهزق مع اللي احتزال للاراجوز ما تسترجل يا سيسي فيه ايه ده لسه الناس بتسخن فيه غاية الرعب من الشعب ها غاية الرعب مؤيدين ومعارضين يكادوا يجمعون انسى عالدائرة الدايقة ده الستناء يؤكد القاعدة اجماع يجب ان يرحل الجبان ده سامو عليكم ان شاء الله باذن الله نازلين 11 11 باذن الله نازلين 11 11 ومش مخبين يوشينا خوف يعني مخبين يوشينا عشان يجي علينا 11 11 واحنا برا ان شاء الله ونقدر نحرر بلدنا باذن واحد احد باذن الله كفاية بقى كفاية ظلمة عشان احنا كده جبنا اخيرنا انا قيتك اريس اديتلك صوتي وعلقتلك للأسف انا ندمان كل يوم بيعد علي انا ندمان 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 انت تحكت عليها اريس لا انا بقى انا بالنسبة لها انا كنت عارفك من الاول اسيسي باين الدخلة باين نعم الى اللي جان شدو حلكم اللي موجودين عالبس سواء في الفيس او اللي شو شد حلكم النهاية قربت شد حلكم شد حلكم النهاية قربت الكل على اتفاق وايدوا معارض عارض لكم اكبر قد من الرسائل ورسائل غرق مصر امبارح يخربت كل المشايا انا انا في لقطة اكدت على زمانة اللي تكون موجودة حوريك الاسفلت اللي بتاعها بص طابت الاسفلت قسم البلاح عاملة زي التشيز كيك والبتاعها بتغرق مصر كان بتغرق امبارح من حبة مطر الطرق الجديدة اللي عملها بصت فارتيكت كلها اكأنك بترش مية على دقيق كل انهار اشتركوا في القناة